النهاردة حضراتكم في قمة الحكومات العالمية في دبي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصافة مدبول وصل من شوية يشارف في هذه القمة في حوار مهمة أو اتعامل النهاردة الحوار دي يخصنا خص مصر كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي عامل حوار مع قناة بلومبرج الشرق السعودية اللي هي بلومبرج تكلمت فيها على مصر وعلى المفاوضات مع مصر وتكلمت فيها على احنا راحين فين بالنسبة لمصر والاقتصاد المصري ومصر قدامها ايه وهل الاقتصاد المصري هي اللي بتتكلم بالمناسبة هسماح لكم كله حوار بتكلم فيها عن مصر بتتكلم فيها على سعر الصرف هل سعر مرن واللي يبقى فيه تعويم كامل هي ردت بالمناسبة على السؤال سؤلت ايضا على الاقتصاد المصري وضع ايه حاليا وانا بحيي يعني المحاورة طبعا الذي اجرت هذا الحوار حوار اقتصادي بامتياز فيه معلمات مهمة جدا اتكلمت فيها عن مصر بشكل في منتهى القوة قدت شهادة كبيرة جدا لمصر اللي بتتكلم هنا مديرة صندوق النقد الدولي مش انا اللي سمحها لكم دلوقتي وهي بتتكلم على مصر اتكلمت طبعا على الظروف الصعبة اللي بيمر بيها الشعب المصري قالت كده ظروف صعبة اتكلمت على انه برنامج الدعم المصر هزيد وقالت نتيجة لانه الظروف اتغيرت والاوضاع اللي فيها مصر حاليا والحرب الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة قالت انه ده كل مؤثر على مصر ومؤثر على اقتصاد المصري وبالتالي قالت انه احنا بندعم مصر منتقى القوة وقالت كده احنا مش هنسيب مصر لوحدها وشركائنا الدوليين مع شقائنا في دول الخليج العربي مع البنك الدولي مش هنسيبه مصر هي اللي قالت مش انا قالت كمان على انه سؤلت هل القرضة عشر مليار دولار قالت ان انا مش هو الرقم ولكن ده يتعلق بمصر انه هتتحمل ايه الديون اللي عليها وبالتالي هي اللي هتحدد لنا مساحة لموجودة لشكل القرض الذي سوف تحصل عليه مصر اتكلمة على ان احنا هنوفر الدعم المطلوب للدولة المصرية وانه كمان شركائنا هيساعده وقالت انه حاليا بنضع اللمسات والتفاصيل الاخيرة لتنفيذ القرض القادم لمصر قالت ان احنا بصدد استكمال المراجع الاولى والتانية لهذا البرنامج وقالت انه ان احنا قالت كده قالت كده هقول لكم اللي قالته بالظبط منبهرون بجدية وتعامل مصر في هذه الاوقات الصعبة قالت اللفظ ده بالضبط الجملة دي بالضبط قالتها منبهرون بازاي مصر بتتعامل بجدية مع الظرف الصعب اللي موجودة فيه حاليا وبتمر بيه المنطقة ويمر بيه الاقتصاد المصري اتكلمت طبعا على الحرب على الموجودة فيه الحرب الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني اتكلمت على الفجوة التامولية ولكن قالت لا ده سر مش هقدر اكشف عن حجم الفجوة التامولية اللي موجودة وقالت ده مفاوضات سرية وقالت بتقول للمقدمة او المزيعة او المحاورة يعني قالت لها يعني انتظروا لحين ان احنا سنقوم بالاعلان عن كل التفاصيل قالت ان انا بقشيد بدور الحكومة المصرية لانه الازمة الحالية في غزة بجوار مصر وطبعا قالت ان احنا كمان الحرب اللي في غزة جعلت البيئة الاستثمارية في مصر في غاية الصعوبة اه اه اتكلمت كمان على انه مصر هتاخد جراءات مما فيها سعر الصرف وقالت ان احنا اه كمان لابد قالت كده لابد من اه اتخاذ جراءات هي بتنصح الحكومة المصرية زي ما هي قالت واتسمعوها انها تاخد جراءات للقضاء على السوق الموازية قالت ننفعش ابدا يكون في بلد فيه يعني اكتر من سعر صرف قالت انه ده كمان على استثمار قالت كمان منصحت الاستثمار انه يكون فيه سعر واحد سعر صرف واحد لانه كمان مهم او المستثمر لانه هي كان بتدي نصيحة لحكومة المصرية قدت بصراحة اولى ان الحكومة المصرية تاخد اجراءات اكيد مع البنك المدكزي من شأن هذه الاجراءات القضاء على السوق الموازية وان يكون فيه سعر موحد فقط لغير ده رقم واحد رقم اتنين قالت انه مستثمر لازم يجني استثمارات وارباحه ويستطيع يحولها قالت ده كمان الحكومة المصرية لازم تشتغل على ده لازم تدي رسالة الدعم دي الحاجة المهمة اوي نصحتها الحكومة المصرية بتنصح الحكومة حاليا انها خليوا بالكم للجملة اللي جاية لا تسارع فيه الطروحات الحكومية قالت الحكومة المصرية عليها انها لا تتصرح حاليا في الطروحات الحكومية اللي هما بيتكلموا عليها دلوقتي لان الظروف الحالية ليست في صالح الطروحات يعني هي بتنصحنا النهاردة نتأنى في الطروحات اللي احنا بنتكلم عليها لأنه قالت ما معناه يعني أنه مش هتجيب القيمة الحقيقية لها فالأفضل أن الحكومة المصرية تتأنى في أطروحات في فترة حالية نتيجة الأوضاع الموجودة فيها الوضع الحالي كمان اتكلمت على المشروعات القومية وقالت أنه مصر عليها تلتزم بعض الأمور ومنها جدوالة المشروعات الكبرى اللي هي تحت الإنجاز يعني أو تحت الإنشاء وقالت أنه الأوضاع الموجودة في غزة ضغطت على مصر بمنتهى القوة ماذا قالت كريسيلانا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في هذا الحوار المهم تتحدث عن مصر وتحدث عن الاقتصاد المصري تتحدث عن القرض القادم لمصر وعن الأوضاع في مصر الاقتصادية وعن كمان الدعم للفئات الأكثر احتياجا وقالت عشان كده احنا بنقدم هذا الدعم لمصر لأن مصر تستحق أن مصر كمان تعاني معاناة شديدة جدا والظروف اللي حولها كلها قدت إلى هذه المعاناة وقدمت نصايح مهمة أوي للحكومة المصرية ما تجريش حاليا للطروحات قالت كده هتسمعوا الحوار كله الطروحات قالت يعني يرجوء شوية بلاش دلوقتي لأن الأسعار اللي موجودة الآن ما معناها كده ليست هي القيمة الحقيقية للطروحات وإحنا عايزين الطروحات دي تجيب عوائد أكبر للدولة المصرية متابعة